السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حالكم أخواء الكرام أحوالكم إن شاء الله تكونوا دائما بالخير والعافية في الحقيقة هذه الأيام عندما ظهرت تحديث الجديد حول قضية قوانين الطفل أو حقوق الطفل فأصبح هناك العديد من التساؤلات في القنوات الخاصة بالعلام يعني هل القناة الخاصة تستهدف الأطفال أم لا ما هو الاختيار الذي أستطيع أن أختار يعني مشكلة لكل خائف أن يختار اختيار ثم يتم توقيف قناته بهذا الخطأ طبعا هناك العديد من القنوات الخاصة بالألعاب يعني هذه القنوات تستهدف الكبير والصغير وتقدم العديد من الألعاب مثل مثلا PUBG أو Free Fire وأيضا Call of DT أو عديد من الألعاب Assassin's Creed أو مهم على أي العديد من الألعاب وخاصة القنوات التي تقدم ألعاب PUBG و Free Fire يعني كثيرة جدا وترغب أن تتعرف هذه القنوات هل نحن معنيين بهذا الأمر أو نترك الأمر أننا لا نستهدف الأطفال هذا السؤال الذي حير العديد من الناس سوف نتعرف عليه الآن ولكن قبل ذلك برك الله فيك ما عليك إلا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ولا تنسى إيصال هذا الفيديو إلى عدد كبير جدا من الإعجاب ليصل لكل القنوات الخاصة بالألعاب PUBG طبعا و Free Fire وأيضا لا تنسى متابعتي في الأنستجرام لأنني أشارك معك الأديد من النصائح ونتوكل على الله المسألة بسيطة جدا يعني أنت عندما تقوم بتحميل لعبة سواء خاصة بالهواتف الدكية أو خاصة بأجهزة الكمبيوتر فعليك مراقبة المعلومات الخاصة بهذه اللعبة يعني ما هي القوانين التي وضعتها الشركة الخاصة بهذه اللعبة كيف يعني؟ عندما مثلا أريد أن أقوم بتحميل لعبة PUBG فأنا يوجد لدي ما كان خاص بالمعلومات فسوف أجد أن PUBG 16 سنة ما فوق يعني أن PUBG لا علاقة لها بقانون الطفل فهي تستهدف أناس كبير في السن ولكن إذا كنت تستخدم أو تريد أن تقوم باستعمال لعبة Free Fire فسوف تجد في المعلومات الخاصة بها أنها تستهدف 13 سنة ما فوق يعني هي تدخل في ضمن الأطفال فأنت بهذه الطريقة سوف تستهدف الأطفال وتختار اختيار الأطفال إذا قلنا أن القناة الخاصة بك مرة Free Fire مرة PUBG مرة Call of Duty مرة Assassin's Creed مرة أي شيء تمام؟ فهنا أنت سوف تلاحظ كل لعبة يعني السن الخاص بها وتقوم بتغييرها في الإعدادات الخاصة باليوتيوب يعني أي فيديو تختار له هل هو يستهدف الطفل أم لا يعني مثلا ببابجة أنشرها سوف أختار لها أنها لا تستهدف الطفل وغدا سوف أنشر Free Fire وسوف أختار لها أنها تستهدف الأطفال وهكذا ينتهي المشكل وإن شاء الله إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك والضغط على الجرس وأيضا لا تنسى متابعتي في الأنستغرام ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة